الحفل الكريم في إطار تدريب طالبات الكلية على مهارات الرماية من المركبات المختلفة ستشاهدون الآن عدد من البيانات تستعرض المهارات المركبة بالرماية تقدر الإشارة إلى أن جميع القوات وقائد المركبات من المجموعات القتالية النسائية قال طالبات الكلية مع عروض الرماية التكتيكية لطالبات الكلية يبدأ العرض ببيان يجسد مهارة الرماية من الحركة على هدف متحرك بالمواجهة حيث يتطلب سرعة ودقة ومهارة في الحفاظ على اتزان السلاح أثناء التعامل مع الأهداف المتحركة بينما نرى من اليسار قمة المرهارة في الرماية من الحركة على هدف متحرك في صورة مطاردة وفنيات الظهور المؤمن من داخل السيارة أثناء التعامل باحترافية تظهر في السرعة ودقة الإصابة من اليسار أيضا نشاهد المهارة الدفاعية لسيارة الدورية الأمنية حال تعرضها للاعتداء وسرعة التعامل مع الأهداف الأمامية والخلفية التي اعترضت خط سيرها ونرى قمة المرونة في تغيير زاوية الرمي في حين نشاهد من اليسار اقتراب سيارتين تستقل لهم المجموعات القتالية النسائية حيث يقومن بالتعامل مع ظهور المفاجئ لأهداف مسلحة تعترض خط سيرهما يقومن أيضا بالتعامل مع عناصر إجرامية تظهر من أعلى المباني السكنية وتم إصابة الأهداف ببقة واحترافية ونشاهد من اليمين المجموعات القتالية النسائية تلاحق سيارة لعناصر إجرامية وقد لاذت بالفرار إلى أحد المباني السكنية حيث قام الأشقياء بالاعتداء المسلح على القوات أثناء ملحقتهم تظهر الطالبات فنيات النزول العكسي الآمن من السيارات واستخدامها كساتر أثناء التعامل في حين تظهر أهدافا أخرى على ارتفاعات مختلفة ونرى إصابة الأهداف بمهارة تظهر في التبديل التكتيكي للتعامل مع نفاذ الذخيرة مع مراعاة تلاقي أقواص النيران تم القضاء على جميع الأهداف ويتم الآن الإخلاء المؤمن من موقع الخطر تعكس تلك البيانات المهارات التي زودت بها طالبات الكلية من دقة التصويب والرماية من المركبات أثناء الحركة والقيادة بتوافق عضلي عصبي يتناسب والمواقف الأمنية الطارئة لتكون خريقات الكلية على قدر عال من الجاهزية لحمل ثقل تلك المسؤولية